بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والسلام على رسول الله أما بعد النهاردة ان شاء الله رب العالمين نحل صفحات خمسة وستة وسبعة في كتاب البوكلت الموجود مع كتاب العمليقة اللي مكتوب عليه تمنمية جملة على الستركتشر زي ما انت عارف احنا كل فيديو نحل تلت صفحات تلت صفحات يعني خمسة وسبعين جملة حاجة كنت تفرهمها مسريعا وانت قاعد بتشرب شايك الكتاب ده في ميزة ان هو بيجيب افكار من الاعدادية ومن قوله سنوي وتانية سنوي فهو كويس جدا هيراجعلك على اللي فات كل يا ريت كده ما يعدش منك حاجة وتمشي معانا واحدة بواحدة احنا ماشيين بالراحة جدا وفي نفس الوقت بناخد محتوى كبير فمعليش حاول تعافر كده عشان الامور تكون على ما يرام في الاخر ان شاء الله رب العالمين اكرر وانبه يا شباب لو حد عنده مشكلة يكلمني فون لو حد عنده مشكلة في المذاكرة مش عارف يزاكر الدنيا قفت منه كلمني فون عشان اقولك تعمل ايه اقولك على خطة كده تمشي عليها وتبدلني ماشي زي الفون لو عندك مشكلة كلمني طيب لو عندك مشكلة في المنصة تواصل مع دكتور مصطفى هو بيرد على تليفونات اربعة وعشرين ساعة برغم انه عنده مذاكرة بس الراجل يعني ما شاء الله عليه وقف معانا واقفة محترمة جدا فلو عندك اي مشكلة فنية كلم دكتور مصطفى عندك مشكلة في المادة كلمني انا فون ما تبعتش رسال لان الرسال انا نهاردة بفتح رسال عندي تلتمية وسبعين رسالة فطبعا يعني انا صعب اعرف احدد كل الناس وصعب ان نرد على كل الناس دي فايه يعني عندك مشكلة كتتواصل معي اول جملة بيقول لي ربما يكون اطول شوي طيب الرجل ده بيقول لك ان هو هو في نفس طول من مستر علي ده بس ربما يكون اطول قليلا يعني يبقى نحن نستخدم صفة عشان نقول من اتنين في نفس الطول في نفس القصر وهكذا وانتبه انك بتجيب الصفة نفسها رقم اتنين هي كانت مريضة ولكنها اليوم تتحسن او تحسنت يبدو بشكل افضل اسمها لك بتر لك بتر يعني تحسنت صحتها قليلا لكن لما قول لك يجب عليك ان تبدو في افضل صورك لانت عندك انترفيو يبقى لك يور بست مروان نورة تسينيما بيور كور بيور براثرز يسر داي بيقول لك مروان ايه الى السينيما بواسية اخوك بالامس بالله قال لك يسر داي فدي جملة موضي بسيط فانت هتقول لي اوخي ذا في الموضي البسيط يعني was taken في رقم ثلاثة بيقول لك my brother wrote this article article دي شباب ليها معانا كتير من بينها كلمة article يعني سلعة article معناها مقال وarticle معناها اداة اداة التعريف والتنكير وكذا يعني بيقول لك my brother wrote this article اخويا كتب المقال دا دا معناها ان المقال اتعيد عن المقال لان المقال كوتيبا يبقى ووز والتصريف التالت كوتيب باوسات اخي يعني يا مري عايزك تنتبه ان الفصلة اللي بعد الاسم دي لها موضوع ولازم تاخد بالك منها وتقدرها كده في ترجمتك فبقول لها يا مري not you go out if you felt better والله انا قدامي if you felt يعني دي حالة تانية الا عرافك انها حالة تانية فبعدها ماضي بسيط طيب انا عايز هنا ماضي بسيط مع ود والمستر فهيختار ود بس دي جملة سؤال بمعنى هل ستخرج هل ستخرجينا لو انك شعرتي بتحسنن؟ طيب رقم ستة what not you do if you want والله if بعدها وان يعني ماضي بسيط فدي حالة تانية وناخد ورد ود رقم سبعة you not have a passport to travel abroad انت المفروض يكون عندك passport عشان تسافر بره في ناس كده في الاختيارات دي ما ينفعش نفكر فيها اطلاقا زي مصد ما ينفعش قولك must to ولا ينفع قول كان must ما فيش فعل لمساعد ما فيش فعلين ناقصين بيجوه ربعا طيب الحاجة اللي بعد كده انا قدامي must و must what ايه must what دي؟ ما تعرفش مفروض نقول must must what يعني يجب مازها مثلا ما ينفعش الترجمها اصلا طيب رقم تمانية بيقولك اني اروح مدريد الشهر اللي فات في رحلة عمل الشهر اللي فات ده معناها انها ماضي يا مستر فانا طالب شاطر بستبعد للي ما ينفعش عشان اعرف حل كده بتكتيك فهاز مدارع ما تنفعش وهاز مدارع ما تنفعش بقي معي اتنين مصد و هاد مين الجملة انفع فيها هنا الجملة زمانها ماضي ايه اللي عرفك عشان قالك last month يبقى ماضي فانختار هاد على طول طب معناها انا كان المفروض اروح مدريد الشهر اللي فات في رحلة عمل وانتبه اني business trip عشان الرحلات اللي لها غرض بنستخدم معاك مثلا نقول medical trip business trip و هكذا تسعة for many people it's very difficult to get a like this بيقولك اني بالنسبة لناس كتير جدا انه من الصعب انك to get a like this وعايز اقولك ان تعتاد على الحياة في مثل هذه الامور عايزك تنتبه اني get دي موجودة هنا لسبب ان get used to بعدها الفعل مدرسه ing فget used to living دي اللي صح او على فكرة كان ممكن اقول to be used to living ما انتعارف ان get used to بتساوي be used to طيب بعد كده رقم عشرة the nail is not river in Africa النيل ده هو اطول نهر في افريقيا يبقى the longest كان ممكن اقول the nail is longer than any other river the math teacher مدرس الرياضيات will not correcting the exams by 5 مدرس الرياضيات هيكون خلص التعليم على الساعة 5 انتبه انك بتقول لسه هيعلم يعني ده في مستقبل وباي لما يكون بعدها مستقبل بنستخدم مستقبل تام فاحنا عايزين will have finished سيكون قد انتهى من سيكون قد اعتم طيب رقم 12 لما هما يوصلوا we not waiting for half an hour هنكون استنينا بص انت هنكون استنينا لمدة for half an hour لمدة نصف ساعة يبقى will have been waiting will have been waiting يعني هنكون انتظرنا بيقولك it was nice to see him again كانت فرصة كويسة ان انا شفته i not him for ages لاحظ ان the four دي كلمة دلعت زيما مدرعة تام انا معك في the بس هنا في اول جملة الداني ماضي معنى كده انه بحكيه على موقف حصل في الماضي فالموقف كده على بعضه حصل في الماضي ولما يكون معك موقف ماضي والجملة المفروض تاخد معها مدرعة تام خده ماضي تام يعني هنقول المفروض hadn't seen طب امتى ناخد haven't seen لو قالك it is nice to see him again يبقى انتبه لو the is لو قدامك في الجملة كاتب لي was لو هي is ناخد haven't seen طب لو هي was ناخد hadn't seen الماضي طيب those men are not were rubbing the jewelry shop دول الناس الذين كانوا يسجقون those men are the ones who يعني ايه the ones who the ones يعني اولئك طيب لما نقول the one يعني اللذي طيب وكونك بتكلم عن من الجمع فتقول the ones who وعلى فكرة ممكن نستخدم كلمة the ones دي مع العاقل ومع الغير عاقل ممكن نقولك مثلا those cars are the ones who مثلا hit me العربيات دي هي العربيات اللي خبطتني انت قلتلي the ones sorry the ones z عشان السيارات غير عاقل يبقى انت قلتلي لكن لو قلتلي cars يبقى the ones z or the ones which 15 what was moving all night on the roof القطة دي هي التي كانت يعني بتعمل الصوت يعني طول اليوم على السطح لاحظ انك بتكلم على القطة والقطة دي غير عاقل فهنقول the one z اللي رقم بيه طيب قول على فكرة انتبه ان العاقل باخد مع z وغير عاقل باخد مع z برضو يعني احنا كان في رقم 14 كان ممكن نقول those men are the ones z that برضو طيب رقم 15 قلنا the one z او ممكن نقول the one which عشان نتكلم عن القطة 16 my mother is the only person understands me امي هي الشخص الوحيد الذي يفهمني من اللي بفهمني امي امي تفهمني فامي فاعل يبقى المفعول نقول who طيب امتى نفكر في whom لو امي دي هي المفعول في الجملة يعني ممكن تقول مثلا my mother is the person whom i gave a present التي اعطيت اليها هدية فامي مفعول انا الفاعل وهي مفعول and this is not happened that might وهذا ما حدث ليلة امس يبقى المفعول نقول what have you done your homework yes i not it هو انت عملت وجبك فقال لي oh i have already done it بالفعل فعلته it not for ages in this part of the country it a for ages انتبه معي ان for ages for مضارع تام والجملة مفعاش حاجة بتدل على زمن الماضي انا اخب مضارع تامية it hasn't rained طيب افرد افرد ان الجملة دي مكتوبة كده it rained yesterday it not rained for ages هنا كنا هنقول it hadn't rained لانه في اول جملة قال لك فلوما يدي الجملتين واحدة فيهم ماضي بسيط خد ما يتنبع i don't think he not to find two واخد بالك انت من two والله ما دانفه two يبقى ما ينفعش استخدم كود لان كود ما تجيش مع two ولا ينفع نستخدم كان لان كان ما تجيش مع two طيب انا قدامي حاجة من دول will be able to or is able to الاتنين دول ينفعوا طيب تعال نشوف كده الجملة عايزة مستقبلة بقول لك انا لا اعتقد انه سيكون قادرا على ان يجد كتبه لانني اخفيتهم يبقى will be able to طيب 21 she was speaking too fast كنت تتكلم بسرعة for me كنت تتكلم بسرعة اسرع مني i not understand a word انا مفهمتش ولا كلمة يبقى i couldn't understand or i wasn't able to understand لم اكن قادرا على ان افهم ولا كلمة i was طبعا في اي هنا في اول القملة او he المهم في فاعل i was going to do the washing انا كنت هعمل غسيل but the machine down لكن الآلة الغسالة تعطلت تعطلت يبقى broke down طيب break down يتعطل اه وممكن نستخدمها بمعنى يفشل لما قولك مثلا his marriage broke down يعني زواجه فشلة she not her hair when there was a nook on the door او on the front door هي كانت بتغسل شعرها لما الباب خبط كان يغسل يبقى was washing ماذا مستمر did she not the exam هل هي ايه في الامتحان طيب تعال نشوف هو عايزك تقول في الجملة دي هل هي التحقت بالامتحان يبقى ديتش take part in take part in يعني يلتحق بيه او يشارك فيه ده معناها هل هي خالية الامتحان اصلا they not us something tonight هما us نحن اي اي انا يعني شيئا ما هذه الليلة طيب نشوف are going to tell till 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 بدايةا ما ينفعش اقول تيلز هستبعد لما ينفعش اقول تيلز طيب تيل يعني هم يخبرون they are going to tell يعني سوف يخبرون انا انت بتقول لي بقى النهاردة بالليل سيخبرون انا بشيء ما يبقى رجول انتو تلقص يا شباب صفحة ستة ويقولك وبعدين الكامة يعني حسابك ان الكامة دي معناها يا يعني يا مري نقط to the costa brava last year ما عرفش ايه كوستا برافا دي لو انت تعرف بقى قول لي بلا عليك المهم يعني عايز اقول لها هو انت روحتي ان كوستا برافا ديها السنة اللي فاتت يبقى طب ليه ما ناخدش مسلا did you went لان did بعدها الفعل في المصدر طب ليه ما ناخدش you went you ونقطة في الاخر طيب he had expected not during the voyage هو توقع انه سيكون لوحده سيكون وحيدا اثناء الرحلة يبقى he expected to be alone to اللي هي موجودة بعد expect to المفروض وبعدين be اللي هي المصدر من الفرب to be يبقى to be alone انت تكون واحدها طب ليه ما ينفعش to be only only يعني فقط انفع لك هتوقعت ان تكون فقط i will look at the children for a while their mother is away ساعتني بالاطفال بينما امهم في الخارج ساعتني بي اسمها look after لكن look for يبحث عنه 4 your father yes he has already arrived home عادك تفهم ان كلمة home دي ما ينفعش نجيب بعدها قبلها اطلاقا to طيب انت في الجملة انت عايز تقول لي يصل الى المنزل يبقى arrived home من غير اي حاجة فناخد number daily من غير كلام مش هنكتب حاجة يعني كده no word انتبه ان arrive in and arrive at لكن home بنقول arrive home على طول من غير حرف جار arrived home من وصل الى المنزل لكن ممكن اقول لك he is at home now ودلوقتي هو في البيت i'd rather you دي لما نجيب بعدها فاعل ناخد ماضي بسيط يبقى i'd rather you came tomorrow ازاي ازاي تمورو ناخد came القعدة بتاعت i'd rather كده ان i'd rather فاعل وبعد الماضي بسيط ستة i'd rather you not done that والله i'd rather بعدها فاعل فانعايز ماضي طيب الماضي قدامي اما didn't اما hadn't قدامي done يبقى لازم hadn't عشان هادم التصريف التالب سبعة we not to have any coffee today احنا مش هنشرب سوف لا نشرب اي قهوة هذا اليوم يبقى are not going to going to يعني سوف طيب لما ناخدش نشرب ناخد are going علشان كلمة any يا شباب لازم تيجي بجملة منفية ماينفعش نستخدم any في الاسبات طب يا ميسر ما انت عندك don't go ماينفعش اقول لك today يعني اليوم نحن سوف لا نشرب انت بتديني جملة معناها بالعربي مستقبل فعشان كده خدنا are not going to طب رقم تمانية what did they say ماذا قال فانت الناحة التانية قلتين not to rain tonight ده هو نفس السؤال بقول لي what did he say ماذا قال وبعدين was it going to rain tonight ولا is it going to rain tonight انتبه ان تنايت دي بتشير للمستقبل فانت عايز تسأل سؤال عايز تقول هل سوف تمتر اليوم يبقى ده مستقبل يبقى is it going to rain tonight طيب doesn't ما تنفعش طب ليه لاندي مدارع بسيط is it ما ينفعش اقول لك is it to طب going دي فعلي مدفل اي اني جي كده ما ينفعش نستخدمه في اول الجملة الا اذا كان معناها الزهاب those four boys over there are not الاربع اطفال اللي هناك دول بيكونوا اي بقى عايز اكتفهم حاجة قبل محلل الجملة دي لو في عيلة اسمها عيلة كمال فانقول كمالز طب عيلة اسمها احمد نقول احمدز طب عيلة براون يبقى براونز انت عايز تقول لي بقى الاربع اولاد اللي هناك دول هم اولاد براون يبقى the browns boys يعني عيلة اولاد عيلة براون Susan and carol are going to the cinema with not friends Susan وcarol دول اتنين سيذهبون الى السينما مع اصدقائهم يبقى زير طب لو Susan لوحدها البنت الوحدها كنا هنقول here طب لو carol دولت فانقول with his طيب look at that انظر لهذا has done it من فعلها يبقى انت عايز تقولي من من يعني هو من الذي فعلها طيب السؤال بقى هنا لم نقولش who have done it عايزك تفهم لما تكون بتسأل عن مبهم بتعتبره مفرد دايما يعني معنى كده انك عايز لما عايز تقول مثلا ماذا يحدثه يا طار هتقولي what happened ولا what happens هنقول what happens لانك ما تعرفش اللي بحصل فالسؤال عن المبهم دايما بكون بمفرد طيب عايز تقولي من يأتي اللي الحفلة بالرغم انك انت عارف ان الناس هيجي في الحفلة دول خمستاشر عشرين سبعين فرد بس برضو هتقول who comes to the party السؤال عن المبهم يكون مفرد she saw the burglar هي شافة اللص away from the police شافة اللص هو بيهرب من البوليس يبقى running ايه الفكرة ان c بيجيب بعدها مفعول وبعدين فعل بلص اي نجي the wages اللي هي المرتبات او الاجور in this factory very high الاجور في هذا المصنع high d صفة عشان كده هنستخدم verb to b يبقى r وخبالك احنا خدنا r عشان wages طب انت لما ترجمت انت بتقولي الرواتب تكون عالية يعني الرواتب الاسم الجمع ناخد or he not a drink with his friends every morning every evening ده يا فندم ده مضارع بسيط عرفت منين ما هو الكلمة every day every month دي مضارع بسيط دايما ومع المضارع بسيط هناخد هذا I wish you not it before we drove off it's too late now اسمع بقى الترجمة دي كده بقول اتمنى لو انك فحصتها قبل ان نخود السيارة اتمنى انك لو فحصت السيارة كم تفحصها ماضي ناخد ماضي تام عالطول اتمنى لو انك تفحصها الان يبقى ده مضارع فناخد تشيكت بس اتمنى انك هتستطيع ان تفحصها في المستقبل يبقى كود والمصدر فعايزك تفهم ان احنا بناخد بعد واش مضارع المضارع بناخده ماضي بسيط والماضي بناخده ماضي تام والمستقبل كود والمصدر ستاشر هل هناك اية لبن في السلاجة اه في الكوباية عادي تفهم انك بستخدم وار there وانا باستخدم عن اللبن مفرد يبقى هنقول was what not three there in the garage there weren't anythings انت عايز تقول لي ماذا كان هناك في الجاراج والله انا بسأل عن مبهم المبهم يبقى نقول what was there in the garage 18 عايزك تقوله هل كنت في الولايات المتحدة الامريكية في 1990 انت بالعرب تقوله هل كنت دي يعني ووز حلو لو كان الاسم لو كان الفاعل he لو كان الفاعل he ناخد where where not your little daughter اين كانت اختك الصغيرة بالامس انت عارف دي سؤال انت عارف دي سؤال الفعل المساعد كله بالفعل المساعد وكمان معهم did كمان فعل المساعد لماذا ناخدش هنا ونقول where did لما جمعش في اختيارات عايزك تفهم انك ما تستخدمش did كفعل المساعد الا اذا كان بعده فعل في المصدر يعني اقول لك مسلا where did your little daughter go where did your little daughter go لكن where was your little daughter was طب بطريقة تانية اختك دي مفرد والمفرد بناخد معه هنقوله where was your little daughter طيب احنا في تعتاشر كده قلنا where was your little daughter طب لو نفترض ان هي your little daughters اخوتك الصغيرين كنا نقوله where it's not eight thirty it's too late to go out الساعة دلوقتي تمانية ونص التوقيت ده متأخر ما ينفعش نخرج it's already الساعة الان بالفعل الثامنة ونصف لم يعد من الممكن ان نخرج it's only nine thirty الساعة دلوقتي تسعة ونصف بس are you in bed already انت فعلا نمت طبعا بستغرب وهو انت الحق تتنام لساعة ونصف طيب انتبه معي بعض الثاني وعشرين دي كده عشان بجملة سؤال مزيل ما انا عارف ان المنظر ده كده لما يكون فيه كاموة ونمتسف هم يبقى سؤال مزيل طب بجيبه منين بقى سؤال مزيل بتشوف الجملة وفيها فعلا مساعد بنستخدمه هو بقولك you would like يبقى انا كده معي would هنطلح الناحية التانية نقول wouldn't طيب رقم تاتة وعشرين my grand mother died at the not eighty nine انتبه ان في عمر اسمها at the age of عشان كده ناخد age of طب ليه ما ناخدش ايج اللي هي number c ما منفعش نستخدم اتزة ايج اسمها at the age of وبدل اتزة ايج اف كان ممكن نقول aged وممكن نقول my grand mother died when she was عندما كان عمرها طب ما منفعش نقول when she had العمر بنستخدم معها verb to be مش verb to have اربعة وعشرين يا كريستين ايه الاطفال يأتونا الى هنا هل ستتفعلين ذلك يبقى لد عايزك تفهم ان لد دي معنها داع داعي الاطفال يأتونا وكونه فيها لد يعني كأنه سؤال كأنه امر والامر بستخدم معاه will والفاعل وهي will you زي ما قالك برضو open the door will you come here will you وهكذا خمسة وعشرين ماريان ماريان يا ماريان القي نظرة القي نظرة يعني هذا الوق ده فعل امر طيب عايزك تنتبه وبأكد تقديبا هو مركز جدا على فكرة القما اللي في الاول دي لانها مهمة فعلا طيب نفترض نفترض ان مفيش الكما كنا هنقول ماريان has والاخر نحط له نقطة عشان تبقى جملة خبرية طيب بعد كده بيتهم ايه من الطريق الاساسي طيب تعال نشوف كده كلمة فاردر دي يعني بعيد انت عايز تقول بيتهم الابعد على الاطلاق من الطريق الرئيسي عشان تفضيل طيب نفترض ان هي في مقارنة يعني ممكن قولك is further than our house او further than ours our football team is not yours yours دي يا شباب مكانها your team يعني هي معجولة مكان your team فريقنا بيكون ايه فريقكم better than يعني ايه better than افضل من طيب طب انا عايز بقى اقول ان فريقنا كويس فريقكم فهقول لك our team is as good as as better as my sister to the cinema with Henry اختي الى السينما مع هنري طب ده معلها ان اختي سوف تذهب is going طيب السؤال ليه من اخدش is taken is taken to the cinema by Henry يعني اخذت الى السينما بواصلة هنري لكن انا بتقول لي معاه فده معلها ان هي سوف تذهب يعني معلوم مش مجهول اربعة يقول لك that wall clock الساعة اللي على الحيطة هنك دي in 1880 صونيعة يبقى was made طيب was made لانك بتقول لي الصونيعة في الماضي if we had had a bit more time لو عندنا وقت اكتر شوية اريد اخذ بالك انك ممكن تجيب بس ما ينفعش نقول مع الصفات المقارنة طبعا اقصد يعني ممكن تقول a bit more faster a bit more faster much more faster أو much faster بس ما ينفعش نقول more faster الصفات القصيرة ما نجيبش قبلها more بقول لك if we had had a bit more time لو احنا كان عندنا وقت اكتر شوية كان زمننا معرفش ايه كده انتبه في الجملة دي هو بقول لك had had يعني دي حالة تالتة من if اللي عرفك ما هو if بعدها ما يتام يبقى حالة تالتة النحية التانية بقى هنقول would have والبسط بارتسبه لاني دي حالة تالتة من قاعدة if طيب افرد انه انا بقول لك if we had a bit more من غير هاد التانية كنا هناخد would والمصدر what not happened if we didn't to go انا قدامي هنا اف جايب بعدها ماضي بسيط فانعايز مع الناحية التانية منها would والمصدر فاناخد would طيب افرد بيقول لي if we hadn't gone كنا هناخد would have happened they have to leave early كان لازم يمشوا بدري او هما يجب ان هما يمشوا بدري at what time do they not leave في اي وقت ماتا يعني في اي وقت ينبغي ان يغادروا خد بالك اني في السؤال بمعنى الالزام اي سؤال بمعنى الالزام ممكن نبدأ الوملة بمصد فاقول لك must they leave early بس السؤال ده معنات تزمر بمعنى لما اقول لي واحد مثلا must you open my camera هو انت لازم تفتح الكاميرا انا كده بتزمر طيب لو انا عايز اقول له هو انت هل يجب عليك ان تقرأ يبقى نقول له do you have to ما ينفعش نجيب do مع مصد اطلاقا ولا ينفع نجيب do مع مصد تو ما فيش حاجة اسمها مصد تو اصلا فبقى قدام سيادتك do you have do they have and do they have to انتبه ان do they have يعني هل هم يمتلكونا لكن do they have to يعني هل هم يجب ان وبالتالي خدنا have to طيب المجلس المحلي do something about those houses يجب ان يفعل شيئا اه لحل قضية هذه المنازل والله المجلس المحلي ده مفرد لو مضارع فاناخد has تمام بس have and have لازم بعدهم two طيب انا قدامي two هنا لا ما فيش two يبقى الثلاث دول كده بالصرع النبي مش يومين فعشان يستخدمهم اصبح معانا كده مصد يبقى the local council must do something about those houses تسعة this is too big اللي انا لابسه ده كبير جدا انا عايز واحد اصغر شوية يبقى i want a smaller one طيب هنا فيه ملحوظة قولناها قبل كده ليه ما ناخدش more small هتقول لي يا مستر انت لسه قيل حالا ان الصفات القصيرة اللي زي طول و small و short والناس دي ما ينفعش نستخدم قبلها more لوحديها شو هنقولها لك ازاي ما ينفعش نستخدم قبلها more لوحديها لكن ينفع نقول a bit more small a bit more smaller much more smaller وهكذا طيب اه في السؤال ده برضو رقم تسعة يزال في انتباهك لحتة احنا في الجملة دي انت بتقول لي ده كبير خالص هاتلي واحد اصغر قليلا فعشان كنت بتقول لي smaller one طيب ما ينفعش نقول لك small small معناها هيكون صغير هتلبسه ازاي انت طيب دي حاجة يبقى رقم 10 all these children are nice الاطفال دي كلهم ناس لطيفة زي full but our بس اطفالنا احنا are the nicest هم الاحسن على الاطلاق طيب ليه ما ناخدش nicer كان ممكن نقول but our children are nicer than them الطف منهم لازم nicer than نجيب الطرف الثانية في المقارنة لان دي مقارنة boy the end of the year i will not twenty books بنهاية العام ده هكون قرأته يبقى will have والتصريف الثالث يبقى will have اه او كتبته يعني will have written طيب ليه ما ناخدش will write ينفع طيب لو هيبقى معناها ايه لو انت قلتلي will write ده معناها ان انا هكتب عشرين كتاب طيب لما تقول will have written يعني ساكونوا قد انتهيتوا من كتابة عشرين كتاب we not buy nine o'clock tomorrow night احنا buy nine o'clock والله يا مستر انت قلتلي ما تيجي بعدها مستقبل يبقى ده مستقبل تام طيب اللي عرفك انه مستقبل ما قالك يا عام tomorrow يبقى buy بعدها مستقبل فانا عايز مستقبل تام يبقى will have will have finished طلعتاشر he was a total stranger to us هو بص مختلف تماما عننا او بالنسبة لنا هو غريب بالنسبة لنا تماما we not him before احنا ما شفناهوش قبل كده اطلاقا انتبه في الجملة دي كده انت بتقول لي احنا ما شفناهوش اطلاقا يعني كده ماضي ثانيا الجملة الاولية زمنها ماضي فهتقول لي had never seen طب ما ينفعش نقول we have never seen ينفع لو الجملة he is a total stranger يعني لو he is كنا خدنا have never طب لو he was يبقى had never 14 the supermarket was open السوبر ماركت كان مفتوح زي not earlier than usual هم اكثر مبكرا عن المعتاد اللي هم المحلات يعني فتحوا مبكرا اكثر من المعتاد يبقى زي had open طب ليه زي had open فركز معاي انت بتقول لي سوبر ماركت was open فبتحكي على موقف حصل في الماضي فالموضوع كل ماضي فما ينفعش استخدم اي مدارع والمدارع الوحيد هنا open شلنا اجابة واحدة بقى معاي اجابتين ليه ما ناخدش had open افندم had open دي had وبعدها فعلي في المصدر دي ما تنفعش في الانجليزي المفوضة had طيب ليه ما ناخدش was open طب ما احنا ممكن نقول لك هم كانوا مفتوحين و open دي صفة بس ينفع انت اقول was عرف دي لو كنا اخدناها يبقى الجملة دي لها احتمالين انك تقول لي سوبر ماركت was open السوبر ماركت كان مفتوحا they were open صح او they had open صح بس لو انت قلت لي they had opened يعني هم فتحوا طب they were open يعني كانوا فتحين كانوا مفتوحين خمستاشر بيقول لك look at those men بص على الناس اللي وقفين هناك دول فانت قلت لي yes they are نقط we saw earlier طيب عايزك تقول لي و Bone طب الناس دي الفاعل هو مفعول يبقى انت ممكن تقول لي طب ي readily انت من Fish يكونوا الذين رأيناهم هم يكونوا الناس الذين رأيناهم الناس Point ضدنا مكانها طب ليه لأنه يتكلم عن الناس الجمع وعلى فكرة انت ممكن تقولي لأن ضمير الوصل عائل على مفعول والمفعول ممكن نحزفه هو ده الكتاب الذي أردت أن تشتريه يبقى عشان يكتب واحد أو سبعتاشر فلوسة من دي أولاد فلوسي يبقى انتبه النهوز دي بنجيب بعدها الاسم الأول اللي انت تكسر عنه وبعدين الفعل المسيعد يعني عايز أقولك كتاب ومن هذا فأقولك إزت طيب قصة ومن هذه إزت أوعدت لخبط وتقول غلط تماما بص على الأولاد اللي هناك دول يا ميري بص عليهم يا ميري أي واحد فيهم أخوكي يبقى أنا عايز أقولك أي واحد أخوكي فأنا هممكن أسألها بطريقتين وممكن أقولك هو يبقى تاني كده تقول لي من غير أو تقول لي الاتنين كده بنفس المعنى وما الفين برنت يا جماعة أكيد راح للبنك طيب كونك بتسألني على برنت يبقى هو راح ورجع وللسه مرجعش يبقى هو هازجن طب ما ينفعش نقول هازبين ما هو هازبين يعني راح ورجع وللسه مريف قدامك تسأل عليه زي بقى هاولونج نوت ويتنج فور روبيرت انت عايز تقول لي منذ ومتى منذ ومتى وهي تنتظر روبيرت عشان فعل شي يبقى هاولونج هازش بين عايزك تفهم ان هاولونج بنجيب بعدها فاعل لمساعد اللي هو هاز والفاعل اللي هو شي والعادين التصريف الثالث اللي هو بين هاولونج بنستخدم معها من استخدم معها صيغة السؤال وينسفها بانا 30 هاولونج الاول وبعد الفيل المساعد و happو الثاعل طبBER mission gdy labour세�. ليس كده روب prophecy انت عايز اقول لك ان هيぎ وعلى عكس وعلى عكس هاولمتش ماني انت بتجيب هاولمتش وابعد الف kilo لكن هاولونج الف Denis فعلي مساعد وجد فاعل طيب رقم واحد وعشرين نقط to escape from the fire ان يهرب من الحريق فانت من الاختيار عيز تقول هل إستطاعها طيب انت ممكن تقول كود هي اسكيب من غير تو طيب لما ينفعش تو مع عشان كود فعلي ناقص ما ينفعش مع الفعل ناقص ناخد تو طيب لما ناخدش هي ووز ايبل تو اللي هي رقم سي ما ينفعش لاندي جملة سؤال جملة سؤال ما ينفعش نستخدم فيها هي في اول جملة نفعش نبدأها بالفاعل كونها سؤال طيب كونها سؤال فاسدتك عايز تبدأ بفعلي مساعد فعشان كده قول احتمالات الجملة دي تنين انك تقول او انك تقول لي من غير تو طيب يا مساعد انا عايز ابدأ الجملة خلاص حطوها زي ما انت كده بتتكلم بس حط اخرها نقطة مش عانا نستفهم اثنين وعشرين ايه تقول لي انا ايه اشعر بشيء غريب عندما وصلتوا الى هناك طيب تعال نشوف كده انت بص بص اخر جملة قالك يعني ده مواضيفة ما نفعش نفكر في اي ولا اي كان اطلاقا طيب لازم بعدها تو مباشرة هنا قدامك في الجملة تو لأ ما فيش تو خلاص يبقى نفعش ناخد ووز ايبل فعشان كده هناخد كده يبقى اي كد فيه يعني انا استطعته انا اشعر بشيء غريبا عندما وصلت الى هناك هي ايه في المطبخ يعني لما انا رحت اشوف اخوك اكيد هي كانت بتدهن كانت بتلون يبقى شيء ووز بنتنج لرقم ايه طيب احنا كنا ها نلعب بالكوتشينا لما انت اتصلت يبقى فوند الدنيا بتعمل ايه في الشتا في هذه البلدة انتبه للااتي لما تقول لي اوفن دي بقى كلمة دلعة زيما مضارع بسيط او كلمة بتعبر عن العادات فلما تكون الجملة مضارع فناخد سنوز طيب لو جملة ماضي ناخد سنوز يعني مثلا ممكن تقول لي ايام ما كنت انا في القاهرة الدنيا كانت بتشتي فما ينفعش ناخد سنوز لانها كانت ماضية لكن جملتنا خمسة وعشرين مضارع كده خلصنا يا شباب ثلاث صفحات عايزين نلتزم بالجدول ده كده وكل فيديو كون في ثلاث صفحات ما تعتبرهمش كتار هم خمسة وسبعين جملة في روحهم سريعا اتمنى ربنا اسألكم الامر ان شاء الله كده والدنيا خلاص هانت جدا ستين يوم يا جماعة السلام عليكم واطلا وبركاته